في الثاني عشر من سبتمبر عام الفين وخمساً سحب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة وتم إخلاء المستوطنات الخمس والعشرين في القطاع أنشأت القوات الإسرائيلية بعدها منطقة عازلة على طول الحدود البرية مع القطاع لتبقى عشرات المستوطنات قرب القطاع تحمل اسم غلاف غزة يتكون من ثلاث مجالس إقليمية تابعة للحكومة الإسرائيلية وهي مجلس أشكل ويمتد على مساحة ثلاثمائة وثمانين كيلو متراً مربعاً ويسكنه أكثر من ثلاثة عشر ألف مستوطن يعيشون في إثنتين وثلاثين مستوطنة والثاني مجلس أشكلون ويقع على مائة وخمسة وسبعين كيلو متراً مربعاً أربع مستوطنات يقيم فيها حوالي سبعة عشر ألف إسرائيلية والثالث مجلس الشاعر هنجيف ويمتد لمساحة مائة وثمانين كيلو متراً مربعاً وفيه إحدى عشرة مستوطنة يعيش فيها ما يزيد على سبعة آلاف مستوطن أبرز مستوطنات غلاف قطاع غزة التي اقتحمتها الفصائل الفلسطينية ضمن عملية توفان الأقصى هي زكيم وكيسوفيم وسدريوت وتنتفوت وأشكول ونحال عوزة كما وقعت اشتباكات بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية في كل من قاعدة رعيم العسكرية ومعبر إيريز ومستوطنات ماجين وبي إيري وكفار عزة موامل جغرافية إذن تجعل من غلاف قطاع غزة منطقة ذات أهمية استراتيجية كبيرة لكل من فصائل المقاومة الفلسطينية والقوات الإسرائيلية